بعد انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضات المرحلة الانتقالية بين لندن وبروكسل دون تحقيق اي تقدم ملموس قرر عدد من قادة الاحزاب البريطانية المعارضة ونوابهم في برلماني وست مينستر ارسال رسالة خطية للحكومة البريطانية وكبير المفاوضين الاوروبيين ميشيل بارني للمطالبة بتمديد المرحلة الانتقالية لعامين اخرين قادة احزاب الوطن الاسكتلندي والديموقراطيين الاحرار والاشتراك الديموقراطي الارلندي وحزب ويلز قالوا ان رسالتهم تهدف الى التعبير عن القلق العميق من عدم التقدم في المفاوضات حتى الان واصفين خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق بالامر الكارثي نظرا للتحديات الاقتصادية والصحية الحالية التي تواجه العالم يأتي ذلك بعدما وصف كبير المفاوضين الاوروبيين المفاوضات الثنائية بالمخيبة للامال كانت جولة المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي مخيبة جدا للامال امل ان تكون الجولة التالية في يونيو والاخرى بعد ذلك في يوليو ايجابية الجولات الثلاثة المتبقية اما ان تصلح المسار او تؤدي الى فشل المفاوضات الحكومة البريطانية من جانبها ادانت الاسلوب الاوروبية في التفاوض داعية بروكسل الى تغيير نهجها كي يتم التوصل الى اتفاق مؤكدة انها ترفض تمديد فترة المرحلة الانتقالية للمفاوضات والتي ستنتهي مع نهاية العام الجاري اشتركوا في القناة